وطيرة الأعمال تتصاعد في مشروع تطوير وتهيل مدخل بغداد الموصل توسعة لطرق الذهب والإياب وقشط الطريق الخارج من العاصمة وقلع الآخر الداخل باتجاهها إضافة إلى إنشاء تحويلات نظامية أعمال تتواصل على مدار اليوم لتسجل أرقام متقدمة في نسب إنجازها تم إنجاز 22 كم ونصف من أعمال صب الطريق الرئيسي من أصل 33 كيلو باشرنا بإكمال 38 ركيزة من جسور المشات من أصل 51 ركيزة باشرنا بإكسام ممر الذهاب إلى الموصل والأعمال مستمرة ثلاث شفتات شفت الصباح وشفت المساء وشفت الليل يتضمن أعمال الصب بالإضافة إلى أعمال صب ركاز الجسور أعمال مشاريع فك الاختناقات المرورية داخل بغدادة مستمرة أيضا في كرخها تنجز أعمال مشروع مجسري ساحتي عدن وصنعاء البالغ طولهما 525 مترا ومقتربات تصل إلى 300 متر لتصل إلى نسب إنجاز عالية منها ما يتعلق بتسليح وصب الروافد وقبعات الركائز وأعمدة المجسرين وغيرها من الأعمال ركائز 100% انتهت قبعات الركائز 100% انتهت الأعمدة 96% المساند استوردت قسم كبير من عدها من الخارج ومهيئة للنصب الفوق الأعمدة والروافد جاهزة أيضا للنصب العمل الآن يجري إلى سحب جميع القوالب الخشبية والحديدية إلى مواقع آمنة لتفريغ المناطق الخاصة بالزيارة مشاريع أفاك الاختناقات المرورية تتواصل في داخل العاصمة وخارجها نسب متقدمة سجلتها تلك المشاريع نتيجة العمل المتواصل صباحا ومساء عباس نعم العراقي الأخبارية بغداد